الاهلي حلو هتقول لي مع الاهلي المباراة الاخيرة في الدوري ومارس الكولر طلع قال انه الاداء ده مش جيد ولو لعبنا بالاداء دوت في مباراة الودا ده يبقى مشان نوصل للي احنا عايزينه وانتقد الهجوم وانتقد مش عارف ايه ده لعب ده لعب لعب زكي من المدرب المدرب فاهم انه فريته كويس وفاهم انه اخر مباراة محلية في الدوري قبل مباراة نهاية دورة ابطال افراقيا فاللعيبة مش هيبع عندها نفس الحماس ونفس الحوافز وقلقنين على الاصابات وغيابات وخلافه فاهم ده كويس قوي وفي قط اللبس هو واللعبين فاهمين ده كويس جدا هو اولا بيروح يقول للمنافس ان احنا قلقنين عشان يديهم شوية طمأنينة زائفة وتاني حاجة بيحفز لعبته ويحمسهم اكتر انه لو لعبته كده ده ميردنيش انا عايز اكتر بكتر انا عايز مستوكو الطبيعي في كل الاحوال اللي اهل يعمل مباراة زهابك وويس انا واصق واصق 100% انه اللي اهل هيعمل مباراة زهابك وويس اطيب واصق ليه عم كريم انت بتقول كلام حماسي وخلاص يعني يطمن ويفرح ويسعد وخلاص ويبقى كلام على ورق وفي ارض الملعب ما نلاقيش فعل لا ليه لا هقولك محمد الشناوي ان شاء الله هيبقى جاهز انا اقولك كل الكواليس كل كواليس الساعات الاخيرة في النادي القلي بس بعد اللحظات الشناوي هيبقى جاهز غالبا حمدي فتح هيبقى جاهز الاهل هيلعب بالتشكيلة الاسية المعروفة محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنع المعالي معلول وحمد فتحي وقاليو ديانج ومروان عطية وكهربا واحسين الشحات وبرستاو دي غالبا تشكيلة النادي الالف ومبارات الزهاب الطمن ما تقلقش تشكيلة اللي بقت اقرب للميثالية بالنسبة للنادي الالف في المباريات الماضية فالطمن على مستوى التشكيلة على مستوى الاداء الفني انا ما بقتش الان من مرس الكولر المدرب الكبير ده المدرب الرائع ده ليه بقى راجل وقاعي بقى راجل فاهم الكولر في افريقيا بتتلاعب ازاي هدفع امتى وهاجم امتى هاخطف ازاي الوداد في الكاهرة وازاي يقدر اطلع من المغرب بقى قالي الخسائر وفوز بالنهائي في الآخر هتقول لي اه يعني هقول الاهل هيلعم نفسه تم اهلوداد كمان فرقة كويسة وعنده لعيبة كويسة وعنده مدرب محترم حقيقي معاك بس استقرار النادي الاهلي مدته اطول مع مرس الكولر من اول الموسم المدرب اللي مع الوداد ده بقى رائعة اربعة مطشاط في افريقيا وفي الدورة اه عامل اداء كويس وعامل طفرة كبيرة وقدر يقصي ساندونز من البطولة اللي بالنسبة لي مش حاجة ريفرنس او مرجعية نقول بيها ان الوداد جامد جدا عشان خرج ساندونز اللي هو كان اجمد فرق البطولة لا ساندونز مش فرقة بطولة اصطعفش تاخد بطولة تلعب كرة حلوة ممتعة اصطعفش تاخد بطولة فماشي اه طبعا الوداد عمل انجاز انه يفوز على الوداد بس مين الافضل على الورق دون تحيز دون تحيز حقيقي دون تحيز الاهل على مستوى التشكيلة متكاملة اكتر من الوداد على مستوى الجهاز الفني افضل من الوداد على مستوى الرغبة والحماس اعتقد ان الاهل بشي بحايف يخسر بطولتين وراء بعض وما يخسرهمش كمان من نفس الفريق فالامور ان شاء الله كده بين قصين ميسرة ماشية مفتوحة ويسيبك من الكلام اللي هو ايه الحظ ماشي مع النادي الاهلي في البطولة دي فهيكسبها وان كان يعني لو ماشي مع الاهلي يبقى اهلا وسهلا مش هنزعى لي يعني مش هنقول لا مش عايزين حظ حلو ماشي بس الاهلي وصل لهذه المرحلة باقدام لاعبيه بمجهود لاعبيه بدراعه يعني من الاخر بالبلد يعني هتقول لي والطلبة الجزاء مش عارف قطهر الطاهر ومش عارف مين عمل ايه لا دي لقطة وبتحصل بس الاهلي خسر مباراة امام الهلال خسر مباراة امام سانداونز في دول المجموعات بقى المباراة كلها عملها بامتياز بتيحصل يعني في دول المجموعات ده يحصل عادي يعني بس بعد كده رجاء وترجي ويجي لعب الوداد والمناسبة بعض الناس شوفتهم كتبين حاجات كده يقول لك ايه والله كان الاهي لاعب سانداونز احسن عشان احنا ما بنعرفش نتعامل مع فرق شمال افراق هو يا جماعة هي جمل بتتكرر وخلاص هي جمل بنكتبها وخلاص بنقولها وخلاص لا الاهلي نفسه في هذه البطولة مش بكلمك عن بطولات الماضية كلها اقصر رجاء واقصر تراجي على التوالي رجاء المغربي والتراجي التونسي ويجي حد يقول لك لك ان الاهي من سانداونز احسن عشان شمال افراق بنعرفش نعم معهم من فرق من شمال افراق سواء بقى في مبارات نصف نهاية او ربع نهاية او نهاية كلها من فرق من شمال افراق خلاص القصة دي انتهت اساسا من سنة 2000 انتهت يعني بقتش موجودة لا على الفرق ولا على المنتخبات قبل لقى فيك ونبنوع نقول بقى ايه العقدة عقدة شمال افراق بالنسبة للمنتخبات والفرق كلام ده كلام واصلا قبل سنة 1000 كنت برفض الكلام لا فيش حاجة معها عقدة الحاجة ما تقدر تلعب ولا لا جاهز ولا لا فنان كويس ولا لا الهي الوقت في افضل احواله فانا انت شاء الله متطمن والله مش طمأنين التلية ايه صدر طاقة اجابية للناس لا طمأنينة حقيقية ونادرا نادرا قبل مباريات كبيرة وحاسمة زي دي بقى عند اطموانان كبير انا متطمن كراجل بشتغل في الاعلام حراكة مشجع ممكن برضو تتطمن شوي انا بقى مش عايز لعبة الاهلي هي اللي تتطمن ولا الجهاز الفن هي في كل حوالي المباراة نهاية امام فريق كبير فلازم تكتهد ولازم تسعى ولتشتغل كويس زي بيقولوا كده ايه العب لعبك العب لعبك مش عايز مينها فاكتر من اللي انت عملته في المباريات الماضية لو عملت كده تقدر تكسب الوداد ولو كانت سانداونز موجود بردو كان الاهلي يكسبوا عادي اشتركوا في القناة